ها أنا بين أيديكم ها أنا تخذوني آه فخذوني شعوب العالم قراءة واطلاعا على مستوى المطالعة والقراءة والكتابة وإلى آخر ثقافة المتلقي العربي هي ثقافة تلفزيونية بمعنى ما يقدم بأعمال تاريخية مثلا هي الأعمال التي تثقف المتلقي العربي على مستوى التاريخ الكثير كثير كنسبة من العرب لا يعرفون تاريخهم لا يعرفون من الظاهر ببارس من عبد الرحمن الداخل من أبو جعفر المنصور من الحجاج إلى آخر إلا من خلال الأعمال التلفزيونية بالتالي هكذا شعب للأسف مستوى القراءة ومستوى الاطلاع لديه متدني يجب على الدراما التلفزيونية التي تصل إلى هذا المشاهد أكثر من أي شيء آخر أي أن تقدم ثقافة بشكل غير مباشر أن أعمال أعمال أن لا تكون فقط أعمال تسلية وأعمال ترفيهية وإنما أيضا أعمال تقدم بشكل غير مباشر ثقافة لهذا المتلقي بشكل غير مباشر أقول كي لا يكون هناك نفور وهروب من الأعمال قدم مثلا أعمال التي قدم شراكي كانت ما بين دكتور وليد سيف والإستاذ حاتم علي ابتداء من صلاح الدين الأيوبي وربيع قرطبة وسقر قريش وملوك الطوائف وتغريبة الفلسطينية أعمال مهمة جدا وهناك أعمال أخرى كثيرة يزير سالم الأستاذ مبدو عدوان أعمال بشكل أو بآخر ترفع من ثقافة المتلقي التاريخية التي نحن متفقين مسبقا أنه متلقي لا يقرأ فبالتالي للدراما دور كبير يجب أن يكرس وأن يعمل على هذا الشيء بشكل أكثر